كرم رئيس بلدية الإبيات الاستاذ عبدو عبدو وعائلته غبطة البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي بعد اختتامه اللقاء مع الشبيبة في الإبيات وعكار وشارك في اللقاء شخصيات نيابية وسياسية وآيئات دينية واجتماعية وإعلامية استهل اللقاء بكلمة ترحبية لرعي أبلاشية ترابس للموارنة المطران يوسف السويف الذي رحب بغبطة البطريارك في عكار مؤكدا على دوره الوطني الجامع ثم تحدث الأباتي إلياس جرجس هو لشرف عظيم وبركة كبيرة بأن تشرفون بهذه الزيارة في ختام يوم شبيبة الأبرشية الاستاذ ميشيل عبدو عبدو أكد على دور الشبيبة وعلى دور الأسرة شاكرا لغبطة البطريارك زيارة الأبيات على البنية الأسروية المسيحية بشكل صحيح بالوقت اللي عم نشوف شو عم بصير بالدول الغربية من إحطات فكري واجتماعي وكلنا عارفين شو عم بصير هذا الأساس هذا اللي لازم نكمل فيه اليوم هي بداية لخطوات متتالي لقاء الشبيبة على مستوى لبنان وكل الأبرشيات شغلة أساسية كلنا معنيين نحافظ على بيوتنا على أخواتنا على الفكر الطبيعي بالعيش كأسرة الزلمي زلمي والمرى مرى والولاد ولاد أنت باقي هالأسرة الكبيرة باقي لبنان البطرياركية كل عمرة مؤتمنة على لبنان الرسالي الوصف فيه البابا يوحانا بولس الثاني العكار عكار بطبيعتها هي نموذج لهذا العيش اللي اتمن عليه اللي أمن عليه مار يوحانا من حب ندعيك من الله راد بالوقت والزمان اللي بتريده ليكون اللقاء بمرى الآدمي جامع بحضرتك وببركتك على غدى بالقبيعت لكل عكار البطريارك الرائعي شكل أصحاب الدعوة وقالب عن فرحي لزيارة القبيعت إنا راجعين وقلبنا كتير مليان ورأسنا مرتفع لأننا نحن منفخر فيكن منفخر بالقبيعت منفخر بعكار ونحن الله يقدرنا معكن نقدر بحقيقة تنعطى عكار حقها هاللي هي بتستاهلوا نظرا لكل تضحياتها في سبيل لبنان بدي اتمنى لكون سافية مباركة نحن ببدايتها بدي اتمنى لكون كل خير وكل بركة وبدنا بضم إيماننا أقوى ورجعنا أقوى إنه الله هو سيد التاريخ ولابد إنه هذا النفق الطويل ما يصال إلى خاتمته بانتخاب الرئيس الجمهورية وترجع المؤسسات الدستورية تستعيد نشاطها وترجع الدولة اللبنانية شوي وشوي ترتفع من الجحيم هاللي هي فيه ترجمة نانسي قنقر